عزيزي المشاهد لابد انك شفت الحلقة اللي حصل فيها مشكلة كبيرة وصعب يخد فيها على افاة انت اخد البيت ده انا واسفة جاءة لقى القهوة او الكافاتيريا اللي تحت بيته كلهم مشغالين النت عنده وهل ايه؟ النت ده بتاع صاحب الكافاتيريا وبيضحك عليهم لمجرد انه هو عرف الباسورد ده بس فبيقولهم النت ده بتاعي والامارة ان انا معي الباسورد بتاعه وعرفنا في الحلقة اللي فاتت اللي تقدر تشوفها من الايل لنا او الايل لنا شريد الرمادي اللي بقيت لها طريق التغيير الرقم الباسورد بتاع الواي فاي بتاعها لكن في ناس بتقول لي يا يوسف انا دلوقتي محتار اغيره ولا لا انا مش عارف مين اللي مشترك او مش هجل انت عندي وبالتالي عيسي تخايف اني اغير الباسورد على الفادي ممكن اغيره وما يكونش فيه حد مستعمله ممكن انزلك مثلا ايه؟ لتر دموع فالنهاردة ان شاء الله هنعرف ازاي انك تقدر تدخل وتشوف مين اللي مشغل النت عندك فمن غير اي تأكير خلينا نتخل في الحلقة سلام عليكم ورحمة الله يتعالى وبركاته اهلا بكم اي جيش او ممكن تشوفين في حلقة جديدة على قناة كشفاء العالم اللي هنتعرف فيها ازاي تقدر انك تشوف مين اللي مشغل الواي فاي عندك او النت او اخد كابلة او اي حاجة ممكن تقول انت مثلا انا اعطيت باسورد الواي فاي لزميلة ايه؟ فاجئة زميلك ده لقى حبيبته معادية في الشارع فعشان يعمل بقى وادر واش اخدي باسورد الواي فاي ده لبما تحب الكلميني كلميني من خلاله صرايت وهي المهم سيبك بقى من كل ده تصلي على نابل الصلاة والسلام ينزل تحت الفيديو هتلاقي في زرور احمر كده واسم مشتركة وسبسكرايب باللون اللي احمر دوس عليه هيتحول رمادي هيتطلع جنبي جرس دوس عليها خليها على جميع الاشعارات ويعمل لايك للفيديو تحت الفيديو برضه وبكده تكون انضميت لقناتنا وتقدر تشوف كل فيديوهاتنا اللي فاتت واللي جاية وكل حاجة باي لكل رابط بتاعه في الدسكريبشن هتفتع هتختصر كل الاعلانات وطريقة اختصار الاعلانات برضه في الدسكريبشن في الوصف تحت الفيديو هيزهر معاك الملف بشكل ده بعد ما تحملها هتدوس عليه دابل كليك وتدوس على ياس وي على فكر البرنامج المتوفق مع جميع النسخي الويندوز هتدوس على نيكس نيكس وتسطبه بالطريقة العادية لكده هتظهر لك الايكونة بتاعته على الدسكتوب لو ما ظهرتش هتاخد بعدك تروح على زي سبي سي وتروح على البرتشن سي وتروح على بروجرام فايلس بس ستة وتمانين مش بروجرام فايلس العادية بالشكل اللي احنا شايفينه ده هتلاقي في ملف اسمه هنا وتفتحه كده وتشوفه هتلاقي في البرنامج هتستعملوا برحتك هتفتحه وتدوس عليه دابل كليك بعد ما هتدوس عليه دابل كليك هتكبر الشاشة كده هتلاقيه مبين لك كل الناس اللي ما تصل عندك وكمان هنا بيبين لك كل التفاصيل يعني بيقول لك ان الراوتر بتاعك من شركة هواوي اهو والماظر بورد بتاعتك من شركة جيجا بايت في حيس ان انا الكمبيوتر بتاع اهو. دلوقتي انا هفتح الواي فاي في التليفون اللي معي. تمام? هنجرب دلوقتي او انا بفتح الواي فاي. وبعد كده هدوس على تاني. كل فترة كده بتدوس على انا من غير ما ادوس عليه اساسا ارى ان فيه تليفون هواوي اهو اتصل بالشبكة. طبعا دلوقتي انا فيش اي حاجة باتصل لبراوتر غير تليفوني والكمبيوتر. طب ايه الجهاز التلت ده? الجهاز التلت ده هو الراوتر. وبالتالي هو هناو بيقول لك يعني ده ما تحسبوش جهاز. تمام? فلو انت عندك جهازين بس لمتصلين. ولقيت كده زي ما انا موجود الراوتر والجهازين بقى زي الفل. لكن في حين ان انا كنت مشغل دلوقتي اهو الراوتر والكمبيوتر والتليفون. ولقيت في جهاز تلت او رابع معهم. يبقى معنا كده ان شبكة بتاعتي متهقرة. اطلع اجري بقى اشوف الشرح اللي انا عملته بتاع تغيير بصورة الواي فاي. اغير بصورة الواي فاي. وامورك في السليم. في نهاية الفيديو شباب اتمنى ربا انكم تكون استفدتم من الحلقة بتاعت النهاردة تشيرها بقى ما بين كل اسرتك وبين كل صحابك عشان يعرفوا ازاي يشوفوا كل واحد ضحك عليهم وبيستعمل النت ازا كان سلك او واي فاي. وكمان وضح لهم ان احنا كنا عاملين شرح قبل كده عشان نغير فيه بصورة الواي فاي. كان معكم يوسف نصر من القناة اكتشاف العالم بتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد. كالعادة اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. فامان الله.